مستقبل مارسي كولر بقى مع النادي الاهلي ايه؟ مارسي كولر واخد كل الدعم من جانب لجنة التخطيط وشركة الكرة حتى بعد تنصيب الكابتن محمد رمضان مديرا رياضيا بحسن مسؤول في النادي الاهلي قال لنا ان كولر واخد دعم الكابتن محمود الخطيب جدا حتى بعد خسارة السوبر الافريكي وكابتن محمود الخطيب قال له او نقال له ثقته في قدراته على قيادة الفريق من جديد الانتصارات بداية من السوبر المحلي وحتى مباراة العين الاماراتي في كأس الانتر كونتنينتل ومصادر في النادي الاهلي قالت لنا انه تم الاستفسار من كولر عن موقفه بشأن الاستمرار بعد تواجد محمد رمضان وكولر قال انا مرتبط بعد مع النادي الاهلي وما تحدثتش ابدا في فكرة فك الارتباط حتى بعد خسارة السوبر الافريكي وكولر كان الفتر اللي فات عنده عروض خارجية لكن كولر مبسوط في النادي الاهلي ومركز مع النادي الاهلي وعايز يكمل مع النادي الاهلي وحتى خسارة السوبر الافريكي دي ما كانتش حاجة من الحاجات اللي خليته يفكر في الرحيل عن النادي الاهلي دي الحكاية كلها كابتل محمد رمضاني النهاردة تصريحاته كانت تصريحات مهمة جدا قلت لكم الجزء بتاعة تعاقدات وفيه جزء تاني مهم لخص علي معلول هو بشكل واضح وده الكلام اللي كنا نقوله كتير الايام اللي فاتت الاهلي مش عايز يتعامل بعاطفة مع علي معلول يعني هيفضل علي معلول قيمة وقامة كبيرة في تاريخ النادي الاهلي بس الملعب اللي هيحكم ده اللي قاله كابتل محمد رمضان لما يرجع من الاصابة وحالة علي معلول هي اللي هتقول يكمل مع النادي الاهلي ولا ما يكملش مع النادي الاهلي بالمناسبة النهاردة ريال مدريد اعلن ان كاربخال زغير ايمن الفريق زغير ايمن التاريخي للفريق جاله اصابة بقطع في الرباط الصليبي معها اعلن ريال مدريد انه سيجد التعاقد بكاربخال حتى 2026 هتقول لي بتلمح ليه هقولك احيانا في لعبين قيمتهم الكبيرا تخلي النادي الاهلي اه يتعامل بعاطفة وبأمور فنية يعني علي معلول لما يرجع من الاصابة مش هيبقى لعيب سيء هيبقى لعيب فنيا كبير الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلينا نروح مع النادي الاهلي شوية في قصة العاطفة دي ان علي معلول لما هيرجع يبقى عنده 35 سنة وكده كده النادي الاهلي قبل اصابة علي معلول كان بين البنين يمشي معلول ولا يكمل في كل الاحوال رأيي واتصور ان ده رأيي النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي انه لابد ان يتم التعامل مع علي معلول بحساسية كبيرة مش بس احترافية الاحترافية دي وانه ابيض واسود ينفع مع اي لعب بس مش مع اللاعبين اللي عملوا تاريخ كبير جوه النادي الاهلي زي علي معلول ففكرة العاطفة بس مع علي معلول ما تحكمش لا تحكم تحكم فضرائي يعني واكيد النادي الاهلي اضرب الشؤون